وفي قصة ظريفة نعرف من خلالها يعني ايه فلك فيه ان كان فيه واحد اعرابي جاء لزيارة سيدنا عبدالله ابن مسعود ومعه فرس ربطه ودخل المسجد مع سيدنا عبدالله ابن مسعود بعد شوية جاء رجل اخر وقال لهذا الزائر اني تركت فرسك كأنه يدور في فلك يعني انا شفت الفرس بتاعك وهو بيلف ويدور كأنه يدور في حلقة هنا هو شبه الفرس وهو يدور كأنه نجم يدور في فلك السماء يعني كأنه نجم يدور في دائرة مع دوائر السماء يعني شبهه بفلك السماء الذي تدور عليه النجوم وهو الذي يقال له القض يعني شبه الدائرة التي يدور فيها بقض الروحة لكن اتضح في الاخر وكما يقولون وكأن عينا اصابته يعني ببلد كده كأنه حد الدال وعين وحسده نعوذ بالله من العين والحاسدين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين معكم مستر محمد السيد السلموني أهلا مرحبا بكم على قناة STC سلموني تريدينج شانل مع كورس علم الفلك الحديث عنوان محاضرة اليوم ما هو علم الفلك وهل الأرض مسطحة أم كروية أولا من حيث كونه علم فهو علم لأنه ثبغة بالبراهين بعد البحث والاطلاع والدراسة بما لا يقبل الشك وله قوانينه وقواعده الخاصة به وهو علم طبيعي أي فيزيائي يدرس الظواهر الفلكية والأجرام السماوية ثانيا كلمة الفلك بفتح اللام والكاف هي مدار النجوم أي المدار الدائري الذي تدور وتتحرك فيه النجوم والجمع أفلاك والفلك بضم الكاف مفرد أفلاك النجوم أي الفلك هو الدائرة الفلكية التي يدور فيها النجم وفلك كل شيء هو مستداره أي الدائرة التي يدور فيها وفلك البحر موجه المستدير المتردد أي الدائرة التي يدور فيها الموج والأجرام السماوية هي الكواكب والأقمار والنجوم والسدم والمجرات والمذنبات وبشكل عام يدرس علم الفلك كل ما ينشأ خارج الغلاف للأرض ويعتبر علم الفلك من أقدم العلوم الطبعية ويتفرع منه علوم أخرى مثل علوم الكون حيث يعتبر فرع من فروع هذا العلم حيث يدرس علم الكون الفضاء الكوني ككل وعلى وجه العموم والفلك جاء في الحديث أنه دوران السماء وهو اسم خاص بالدوران والمنجمون يقولون كأن سبع أطواق دون السماء يعني تحت السماء في كل طوق منها نجم هذا النجم يدور في فلكه أي في دائرته الخاص به وقيل الفلك استدارة السماء يعني كأن السماء دائرة وقالوا في تفسير قوله عز وجل كل في فلك يسبحون يعني لكل واحد منها أي من هذه النجوم فلك خاص به يدور فيه أي دائرة خاص به يدور فيها وفي كتاب سويه فلكة وفلك مثل حلقة وحلق يعني زي الحلقة كده وفلكة المغزل سميت بذلك لأنها مستديرة وكل مستدير فلك وفي الماضي كان علم الفلك يتضمن تحقيقات متنوعة مثل علم القياسات الفلكية والملاحة البحرية وعلم الفلك الرصدي وعلم الفلك التقويمي المختص في عمل التقويمات الهجرية والميلادية إلى آخره وعلم الفلك الحديث أو ما يعرف بعلم الفلك الاحترافي هو المراضف لعلم الفيزياء الفلكية أي دراسة علم الفلك من منظور فيزيائي رياضي والفلك بضم الكاف يعني السفينة وهي تذكر وتؤنس وتجمع وتفرد قال تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون أي سيدنا نوح ومن كان معه كانوا في السفينة المشحونة بكل شيء من أشياء الدنيا وفي اللغة العربية يقالوا فلك الرجل في الأمر وأفلك بمعنى لجة وتكلم كثيرا وخاض في الموضوع لدرجة كبيرة جدا وينقسم علم الفلك الحالي إلى قسمين علم الفلك الرصدي وعلم الفلك النظري علم الفلك الرصدي خاص بالحصول على البيانات من ملاحظة الأجرام الفلكية ثم يتم تحليل هذه البيانات باستخدام المبادئ الأساسية لعلم الفيزياء بينما علم الفلك النظري فهو موجه نحو تطوير نماذج حاسوبية وتطبيقات من خلال الحاسب تستخدم في وصف الظواهر الفلكية والأجرام الفلكية وقياس سرعتها وأماكن تواجدها وهذان المجالان يقمل بعضهم البعض بشكل جيد حيث يسعى علم الفلك النظري إلى شرح نتائج الرصد ويستخدم الملاحظات المرصودة في تأكيد النتائج النظرية واستخدامها بشكل عملي في الحياة العملية ولذلك فإن علم الفلك نجده قد ساهم في العديد من الاكتشافات المهمة التي تفيد البشرية وعلى ذلك فإن علم الفلك يعني المعرفة بمدارات النجوم أي المدارات التي تسبح فيها النجوم والفلكي هو الذي يشتغل بهذا العلم وهنا لابد من طرح هذا السؤال ما وجه الشبه بين علم الفلك والتنجيم أو بمعنى آخر ما هي العلاقة بين علم التنجيم وعلم الفلك الإجابة عن هذا السؤال تتلخص في عدة نقاط رقم واحد في العصور القديمة كان علم الفلك والتنجيم يعاملان كعلم واحد رقم اثنين مع مرور الوقت أخذ في الانفصال والافتراق عن بعضهم البعض حتى أصبح علمين منفصلين حتى القرن السابع عشر حيث تم رفض اعتبار التنجيم كعلم في هذا الوقت قالوا أن التنجيم ليس بعلم رقم ثلاثة مع بداية القرن الثامن عشر أصبح علم الفلك هو الأساس وأصبح علم التنجيم يعمل من خلاله ومنذ هذا القرن رقم أربعة منذ هذا القرن أصبح يعاملان بصفتهما اختصاصين منفصلين حيث صنف علم الفلك على أنه علم دراسة الأجرام والظاهر التي تنشأ خارج الغلاف الجوي للأرض واعتبر أنه هو العلم الصحيح حيث أصبح على نطاق واسع من الضبط العلمي الأكاديمي أما علم التنجيم والذي يستخدم المواقع الظاهرة للأجرام السماوية للتنبؤ بالأحداث المستقبلية صنفها على أنه شكل من أشكال العرافة والدجل والشعوزة وليس بعلم أو بمعنى صح ليس سوى أحد العلوم الزائفة التي لا طائلة ولا معنى ولا جدوى من دراسته أو العمل به أما عن حركة الأرض في هذا الكون وهل هي مسطحة أم كروية فهذا ما سنحاول الإجابة عليه بعد هذا الفاصل قل لي عدنا لحضراتكم الآن نتحدث عن كروية الأرض وضارانها حول نفسها وحول الشمس تبدو الأرض مستوية ظاهريا وكأنها سطحا دائريا وليس كرويا لكن بطليموس الذي ولد سنة مية وتوفي سنة مية وسبعين قبل الميلاد عن عمر يناهي السبعون عاما جمع الأدلة الكافية التي تعطي الانطباع بأن الأرض كروية ولم يستطع أحد رؤية الشكل الكروي للأرض إلا عندما بدأ علم الفضاء في عام 1958 وأصبح لدينا الآن البرهان العملي الساطع لكروية الأرض حيث قام رواد الفضاء ولا أول مرة برؤية وتصوير الأرض وهم في سفن الفضاء على مسافة شاسعة منها وأما عن السؤال التقليدي هل الأرض ساكنة أم متحركة فلقد اعتقد الإنسان القديم أن الأرض ساكنة وأنها مركز الكون طبقا للفرض الخاطئ لبطل يموس عن مركزية الأرض والذي ساهم في هذا الاعتقاد الخاطئ الحركة الظاهرية اليومية للنجوم والكواكب والشمس والقمر عبر القبة السماوية هذه الحركة ساهمت في تدعيم هذا الفرض الذي لم يجرأ أحد في ذلك الحين على مناقشته أو الاعتراض عليه أو حتى الشك في صحته وظل هذا الاعتقاد سائدا دون مناقشة منذ عهد بطل يموس إلى أن جاء كوبرنيكس عام 1543 ميلادية ونشر نظريته الجديدة المعروفة بمركزية الشمس والتي مفادها أن الشمس هي مركز المجرة وليست الأرض ولقد نجحت نظرية كوبرنيكس في فئات حركة الأرض وأعلن أن الأرض تدور حول نفسها مرة كل 24 ساعة وتدور أيضا حول الشمس مرة كل عام وأثبت أن دوران الأرض حول نفسها يسبب تتابع الليل والنهار بينما يؤدي دوران الأرض حول الشمس إلى تتابع الفصول الأربعة وأعلن كوبرنيكس أن النجوم والشمس تبدو ظاهريا متحركة في القبة السماوية من الشرق إلى الغرب بسبب الدوران الفعلي للأرض حول نفسها وبهذا فإن الحركة تكون نسبية وكل شيء على الأرض كالهواء والماء والمباني والجبال والبحار والمحيطات والبشر يتحرك ورغم أن معدل هذه الحركة يفوق ألف ميل في الساعة عند خط الاستواء بسبب الدوران المغزلي للأرض حول محورها فإننا ليس لدينا وسيلة مباشرة حسب كلام كوبرنيكس في ذلك الوقت لإدراك هذه الحركة ولهذا ظلت فكرة الأرض المتحركة متناقضة مع الإحساس الظاهري لكل البشر في جميع العصور ولقد تم اضطهاد جاليليو في روما بسبب دفاعه عن نظرية كوبرنيكس عندما كتب كتابا يؤيد فيه مركزية الشمس وتحرك الأرض ولقد كانت نظرية كوبرنيكس نقطة تحول في تفكير البشرية حيث بدأت بعدها ثورة علمية في أوروبا في القرن السابع عشر عقب نشر كتاب كوبرنيكس وبعد تأكيد العلامة الشهير إسحاق نيوتين لهذه النظرية حيث كان لنيوتين القانون الأول الشهير الذي يعتبر أن حركة السكون تكافئ الحركة للسرعة المنتظمة للأرض حيث أن الأرض تتحرك حركة منتظمة سواء في مدارها حول نفسها أو حول الشمس فإن ذلك يعادل حركة السكون وصغى ذلك في قانونه الذي يقول أن كل جسم يظل على حالته من حيث السكون أو الحركة المنتظمة ما لم يؤثر عليه مؤثر خارجي وواضح من هذا القانون أن نيوتين سوى بين حالة السكون التي تبدو عليها الكرة الأرضية مع الحركة المنتظمة التي تتحرك بها سواء حول محورها أو حول الشمس وبما عزز هذه النظرية أقصد نظرية كوبرنيكس بعد جاليليو ونيوتين قوانين كبلر عام 1609 ميلادية وقوانين نيوتين للجاذبية العامة عام 1700 ميلادية وتم وتم أيضا قياس دوران الأرض حول نفسها بواسطة التجارب فكل عام 1851 ميلادية كما تم حديثا قياس سرعة دوران الأرض حول الشمس وبهذا وطبقا للعلم الحديث أصبحت حركات الأرض وشكلها الكروي حقائق علمية جديدة لا شك فيها ولا جدال إلا من جاهل يريد أن يلوي عنق الحقيقة لغرض ما في نفسه ولكن ما هذه الحركة التي تحدث الفضاء لقد لاحظ الرواد الأمريكيون هذه الظاهرة أقصد ظاهرة دوران الأرض حول محورها كل 24 ساعة ودورانها حول الشمس مرة كل عام والتقط الصور التي نراها من سفنهم الفضائية وعلى مسافة بعيدة جدا من الأرض لقد شاهدوا الشمس وهي تضيء النصف المواجه لها من سطح الأرض بينما النصف الآخر من الكرة الأرضية في ظلام وتدور حول محورها على حين تظل الإضاءة ثابتة بحيث يدور نصف الكرة المضيء كغلاف حول الأرض مرة كل 24 ساعة بينما يتم النصف الآخر المظلم نفس الدورة في نفس الزمن دوران مستمر يتعاقب من خلاله الليل والنهار أي لف متعاقب ودائم للليل والنهار وطبقا للقياسات العلمية الحديثة فإن قطر الأرض عند خط الاستواء أكبر بمقدار 27 ميل عن القطرين القطبيين ولكن هذا الفرق بسيط إذا ما قرنا بقيمة القطر نفسه فالأول قطر الأرض عند خط الاستواء 797 ميل بينما القطرين القطبيين الشمالي والجنوبي 7900 ميل وتفرطح الأرض عند القطبين وبروزها عند خط الاستواء بسبب دوران الأرض حول نفسها يعطي للأرض شكلا ليس كرويا تماما يعطيها شكلا بيضاويا وليس كرويا بنسبة 100% وكما قلنا فإن دوران الأرض حول الشمس ينتج عنه نشأة الفصول الأربعة والفصول الأربعة ظاهرة واضحة لكل من يشاهد الطبيعة ويرجع تكوّل الفصول إلى ميل محور دوران الأرض حول نفسها على مستوى دورانها حول الشمس فأثاء شهور الصيف يميل القطب الشمالي للأرض مقتربا من الشمس بينما يميل مبتعدا عنها خلال الشتاء ونتيجة لذلك فإن عدد ساعات النهار مثلا تختلف من شهر لآخر ومن فصل إلى آخر عند القطب الشمالي والقطب الجنوبي للأرض يدور النهار أو الليل ستة شهور فمثلا عند القطب الشمالي تشرق الشمس في أول أيام الربيع وتظل الشمس في كبد السماء أي في وسط السماء إلى أول أيام الخليف وهناك منطقة في الأرض تظل الشمس في سمائها لمدة 24 ساعة وذلك ليوم واحد في السنة على الأقل وأطوال هذا اليوم يرى الناس الشمس حتى في منتصف النهار والرحلة السنوية للأرض حول الشمس تشرح لنا الحركة الظاهرية للشمس خلال البروج فيما نسميه بالحركة السنوية حيث تحملنا الأرض في مدارها خلال مناطق مختلفة وبذلك نرى الشمس أثناء السنة في أماكن ذات خلفية مختلفة من النجوم في السماء وكما قلنا فإنه عندما تدور الأرض حول الشمس مرة كل سنة فإن كل شيء على الأرض يتحرك ويدور معها وكما قلنا على الرغم من أن سرعة الأرض تصل إلى 67 ألف ميل كل ساعة نتيجة هذا الدوران السنوي فإن أحد لا يشعر بهذه الحركة لأنها حركة منتظمة بعجلة منتظمة يعني معدل تغير السرعة بالنسبة للزمن يكون سابت أما عن علاقة علم الفلك بالروحانيات وفك السحر وتفسير الأحلام ومعرفة الغيب فهذا ما سنعرفه في اللقاء القادم إلى أن ألقاكم لكم خالص تحيات مستر محمد السيد السلموني كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحل الفني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال وأذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغضو خماصا وتروح بطانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته